السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتكلم عن المنظمات الشريكة الرئيسية ويا الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي عدة منظمات بعدة دول ولكن اليوم رح نتكلم عن منظمة إيراب بشكل تحديدي عن منظمة إيراب اليوم ورح نتكلم عن مزاياها ورح نتكلم شنو الشريك تشتغل وشنو شغلها وشلون الساعد اللاجئين بس أهم شي لا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط اللايك حتى توصل لأكثر عدد من المشاهدين ويستفادون من الموضوع احنا ذكرناها منظمة إيراب ومنظمة آسام بس اليوم رح نذكر فقط إيراب اليوم بشكل مفصل وشرح مفصل يعني منظمة إيراب هي منظمة شريكة أساسية أو رئيسية في مفوضية السامية لشؤون اللاجئين المفوضة هي منظمة إيراب هي تتكون من مجموعة من المحامين الاستشاريين اللي دققون بالملفات ويساعدون اللاجئين مواضيعهم القانونية ومشاكلهم القانونية في البلد المستضيف ومساعدة لها دور هام في التوطين ومساعدة إلى التوطين في الدول الأوروبا وكندا ما هي دور ما هي دورها الأساسي يعني أو ما هي شون ساعد الملاجئين طبعا الساعد في الملفات اللاجئين اللي ملفهم متأخر صار لسنين سنتين وثلاثة وأربعة وجاء ينتظر وما كو حل والساعد الملفات الغير مؤهلين اللي نكتب إليهم غير مؤهل للتوطين هذولها مساعدهم والساعد إلى تقديم أمم المتحدة يعني في الوقت الحالي أمم المتحدة مثل ما نعرف أنها غالق أبوابها للتسجيل اللاجئين بسبب ظروف الكورونا فهي الساعدك أنه تفتح ملف إليك في مفوضية شعون اللاجئين شلون الساعدك طبعا هي تتصل بها بس خلينا بعدين على شون نتصل بها ونتكلم هالمرة نتكلم بس عن وين تتواجد منظمة إيراب منظمة إيراب تتواجد في الأردن تتواجد في لبنان تتواجد في اندونيسيا تتواجد في ماليزيا تتواجد في السودان تتواجد في جنوب السوداء عفو جنوب أفريقيا المكتبها الرئيسي موجود في أمريكا في ملاءة في مدينة واشنطن هذول المجموعة من المستشارين المحامين طبعا المتطوعين المساعدة اللاجئين ويساعدون في دراسة الملفات ويساعدون في مراحل التوطين ويساعدون في رفع الملفات إلى دول المحتاجة أو الطالبة لاجئين طريقة الاتصال يعني بالنسبة إلي كشخص أنا أفضل الاتصال عن طريق الإيميل ليش؟ الاتصال عن طريق الإيميل يسهلك هواية أشياء يعني أنت ما تقدر بالاتصال للتليفون أنه تتكلم عن الموضوعك أو عن قصتك أو شلو المشكلة أو بالتفاصيل يعني كاملة عن طريق الإيميل تقدر تشرح كل شيء بكل التفاصيل وبكل حذافيرها وإحنا تكلمنا عن الفترة السابقة يعني الفترات السابقة تكلمت حوالي بموضوعين أو مرتين العفو أو ثلاث مرات عن موضوع القصة وشلو الإنسان يسوي قصة وشلو هي المعايير مع الأمم المتحدة هاي همين أتكلمت عليها وقلت إنه لازم تكتب قصتك تحت المعايير فهناها ما حاعدها من تكتب قصتك ودزها عن طريق الإيميل لهم لازم تتكلم حسب المعايير ما الأمم المتحدة للاجئ وطبعا إيراب إلها دور كبير تشتغل بالعراق همينه هاي جدا نقطة مهمة يعني إذا أنت ما تقدر تسافر أنت لاجئ أنت لاجئ ضعيف مثل ما يقولون ومهدت بالقتل ولا تستطيع السفر تقدر اتراسل تقدر اتراسل منظمة إيراب وأنت في العراق وتكلمهم بهذا الموضوع وتكتب لهم القصة مالتك حسب معايير الأمم المتحدة ودزها عن طريق الإيميل وأكو طبعا يعني أنا أعرف يمكن خمس أو ست حوائل طلعوا من العراق عن طريق المراسلة منظمة إيراب وحاليا هما بكندا يعني عندك ما عندهم بالأمم المتحدة ملفات ويريدون يطلعون لاجئين عن طريق منظمة إيراب والعدهم ملفات طبعا راح أعيدها هاي متوقف وصارها سنتين وثلاثة منظمة إيراب تقدر تساعدكم وتتكلم مع أمم المتحدة أو منظمة شؤون اللاجئين وتناشدهم بهذا الموضوع وتفتح إلك طريق إلى التوطيط طبعا منظمة إيراب إنها كانت في تركيا همينا لحد 2018 وبعدين غلقت مكتبها في تركيا بال2018 ونزلت مكانها منظمة أسام بس همينا تقدر تراسلهم وتكتب تكتب لهم عن طريق الإيميل مثل ما شرحت لك طبعا الإيميل والعنوان عنوينهم والإيميلات وأرقام تليفوناتهم راح تكون موجودة بصندوق الوصف إن شاء الله هنزللكم إياها بس في الأردن تقدر تتصل بيهم وبأي وقت بس ما عدل أيام العطلة الرسمية في لبنان فقط يوم الثلاثة من الساعة الثالثة إلى الساعة خامسة عصرا فقط يوم الثلاثة في لبنان ورح نكمل يعني نتكلم شنو دورها يعني شنو تساعد في الأمم المتحدة طبعا إحنا تكلمنا عنهم في دورها بالأمم المتحدة إنها ساعد المهاجئين واللاجئين وساعد في التوطين وثاني الساعد همينا في لم شمل العوائل العايشين يعني في أوروبا وفي كندا وعدهم مثلا أخ أخ أب أم مثلا الأخ والأخ إنهم غير قاصرين طبعا أو قاصرين إلى دول الأوروبية وألمانيا تحديدا وكندا همينا تأشيرات إنسانية أو بيز إنسانية للاجئين اللي يتعرضون للاعدام والقتل في دولتهم الأم أخ أخ طبعا رقم أربعة يمكن وصلنا لها فتحت قبل فترة فتحت ممرات إنسانية من عمان ولبنان إلى إيطاليا ومن إيطاليا قامت منظمات أختططوعية ثانية توزعهم على الدول الأوروبية هاي الممرات الإنسانية حسب معايير الأمم المتحدة تكون فقط للاجئين الضعفاء مثل ما يسموهم هما طبعا ما أنا سميهم يسموهم اللاجئين الضعفاء اللي عندهم فقط أطفال اللي عندهم حالات طبية فتفتح لهم ممرات إنسانية إلى إيطاليا ومن إيطاليا يبدون يوزعوهم على الدول الأوروبية الرعاية الرعاية الخاصة إلى كندا بمعنى إنه إذا عندك كفيل في كندا فمنظمة إيراب تساعدك بشكل قانوني وبشكل كامل لنقلك مباشرة إلى كندا عن طريق منظمة عن طريق المنظمة للشغول السامية للاجئين أو نقول عليها اليوغن تساعد بشكل كبير ولها دور كبير وتسمى هذه يعني الفيزا الرعاية الخاصة وراءها نقطة تقدم استشارات تقدم استشارات قانونية في المحاكم في أثنى ودبلن للاجئين يعني اللاجئين المقدمين اللجوء في المحاكم في أثنى وفي دبلن تقدم لهم محامين واستشارات قانونية وتساعدهم بهاي المواضيع وعدها طبعا مثل الـ IOM في العراق عدها تأشيرات خاصة للهجرة هاي التأشيرات الخاصة للهجرة فقط للمتعاونين مع القوات الأمريكية من مترجمين من المهندسيين من المساعدين كانوا يعملون بالقوات مع القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان في العراق وأفغانستان عدها مكتب في العراق ما عدها مكتب بس هي مكتب مشترك أو نقول عدها شخص أو شخصين يشتغلون بنفس منظمة الـ IOM وهي همين تساعدك للحصول على تأشير خاصة الهجرة إلى الولايات المتحدة بالذات وإن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو وأني أي واحد يحتاج يريد يسوي قصة أو ما يعرف شلون يسويها أو يريد يكملها للقصة أو يريد يتشيكها فأني مستعد أساعد ومستعد أساعد بالقصة ونسويها حسب معايير الأمم المتحدة بدون مقابل مادي أو أي شي أنا أحب أساعد يكتب لي على القناتي على اليوتيوب بالتعليقات وأنا وأتكلم معاه وأساعد إن شاء الله وأي شخص يطلب مساعدة أنا جاهز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته